يا كابتن معرشي خلينا نروح لملعب المباراة مع زماننا كريم أحمد يقولنا على التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي ولنادي مصر تفضل يا كريم بجد التحية لك يا كابتن إسلام الشاطر ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي بالفعل تشكيل فريق النادي الأهلي ونادي أفسي مصر أبدأ معاك تشكيل النادي الأهلي في حراسة المرمى الشناوي خط ظهر من اليميل للشمال محمد هاني أيمن أشرف ربيعة علي معلول في المنتصف أليو ديانج عمر السلية في نص الملعب جيرالدو محمد مجدي أفشا جونيور أجيه وفي الهجوم مروان محسن الاحتياط الخاص بفريق النادي الأهلي محموم تولي وليد أزارو وليد سليمان علي لطفي أحمد الشيخ أحمد فتحي محمود عبد المنعم كهربا يبقى كده خارج طبعا من القائمة الخاصة بها الفريق كل من ياسر إبراهيم وأيضا كمان مصطفى شبير وصلاح محسن وصل بالفعل طبعا يا كابتن إسلام الفريقين كالعادة كل الأمور الاعتادية في استاد القاهرة الجو لسه يعني من قدرشهم درجة الحرارة فيه برودة عالية لكن شاء الله يكون جو كروي كمان سريعا يا كابتن إسلام التشكيل الخاص بنادي مصر تحرصت المرمى عصام صروت خط الظهر من المين الشمال علاء عطا محمود شبانة أحمد أوكا شريف أشرف في المنتصف أحمد يوسف محمود توبة على الأطراف أحمد الشيخ محمود رمبو في الهجوم محمد جمال تريكا وإسلام صالح الاحتياطي الخاص بنادي افسي مصر ولي التوفيق مؤمن إبراهيم أحمد عبد الموجود عبد الرحمن جندية مصطفى سلطان كليف منديرة رضا الويشي إن شاء الله كابتن إسلام كالعادة نتمنى كل التوفيق للنادي الآلي كهرباء متواجد على دكة قلب ودلاء إن شاء الله يكون مع السير للمطش النادي الآلي يحقق نتيجة ومداء أيضا كمان يسعد كل جمهور النادي الآلي يكون لي دور يعني إن شاء الله بإذن الله نتمنى يكون متواجد من البداية لكن رؤية مستر ينيفايلر إن شاء الله على مدار المطش الشوت الأول وشوت الآلي نشوف إن شاء الله ونشوف لعبة النادي الآلي وبإذن الله كابتن إسلام كالعادة ننقل لك كل الكواليس قبل المباراة وبعد المباراة إن شاء الله كابتن إسلام يكون معك أنا معك لو فيها السفسرات شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد من أرض الملعب وتشكيلة رسمية لنادي الآلي